وصفت صحيفة ذهيل الأمريكية حزمة المساعدات العسكرية التي أقرها الكونغرس بقيمة 95 مليار دولار وتشمل تقديم دعم عسكري لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان بأنها كارثة أخلاقية وإنسانية وضفت الصحيفة أنهم لم تعترف الولايات المتحدة بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل وتحجب تلك المساعدات فإن تلك الأموال سوف تساعد الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر على مواصلة هجومه على شعب غزة وضفت الصحيفة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل أكثر من 34 ألف شخص في غزة معظمهم من النساء والأطفال مشيرة إلى أن الأسلحة الأمريكية لعبت دورا رئيسيا في هذا الدمار